موسيقى خلال مباحثات هاتفية الرئيس السيسي ونظيره الكوري الجنوبي يبحثان القضايا المشتركة والتعاون في قضايا تغير المناخ العفور رئيسي تعلن خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا وتؤكد خروج دفعة اخرى الاسبوع المقبل مصر تطالب بتوفير الحماية للفلسطينيين وتخص القوى الكبرى لتحرك العاجل وتهدئة الوضع في الاراضي المحتلة السادسة مساء في القاهرة رابعة بتوقيت جرينيج بشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري اهلا بكم موسيقى موسيقى تقدم رئيس عبدالفتاح السيسي بالتهنئة لرئيس كوريا الجنوبية يون سوك بمناسبة الاحتفال خلال شهر اكتوبر الجاري بيوم تأسيس جمهورية كوريا مؤكدان اتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة الممتدة التي تربطها بكوريا الجنوبية والشراكة القائمة بينهما جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس من نظيره الكوريا الجنوبية وصرح متحدث رئاسة بان الاتصال تناول تباحثة حول عدد من موضوعات التعاون التنائي بين البلدين خاصة على الصعيد الاقتصادي والاستثمارية في اطار علاقات الصدقة بين مصر وكوريا الجنوبية وفي ضوء نمادج النجاحة التي تقدمها الاستثمارات الكورية في مصر في العديد من المجالات وخلال الاتصال تم تبادل وجهات النظر بشأن الملفات الاقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وكذلك سبل التعاون في قضايا تغير المناخ خاصة في ضوء استضافة مصر المرتقبة للقمة العالمية للمناخ في نوفمبر القادم بشرم الشيخ أعلنت لجنة العفو الرئاسي خروج دفعة جديدة تضم 35 شخصا من المحبوسين احتياطيا وقال عضو لجنة العفو الرئاسي طارق الخولي إن من بين المفرج عنهم العديد من الشباب مؤكدا أن اللجنة تعمل بتجرد ولا تفرق بين شخصيات مشهورة وأخرى غير معروفة وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسي أنه سيتم خروج دفعات عفو جديدة خلال الأسبوع القادم مشيرا إلى تجاوز عدد المفرج عنهم ألف شخص منذ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في 26 من أبريل الماضي وحتى الآن للمزيد من المتابع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور نبيل دابس مؤسس حزب مصر الحديثة ورئيس لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ دكتور يعني كيف ترى جهود الدولة في ملف إعادة دمج المفرج عنهم بالعفو الرئاسي في الحياة الاجتماعية مرة أخرى الحقيقة أنا طبعا بنشكر الرئيس على هذه المبادرة الجميلة أنها ستساعد عائلات كثيرة ولكن عاوزين من الشباب ده اللي خرج أو الناس اللي خرجت أنها تكفر بقى عن ما فعلوا سابقا بينهم يعني يكونوا جبهة لمواجهة أي توزيد الحقائق أو أي تقليل من الإنجازات اللي بيعملها القادة السياسية ويكونوا هاني بقى يعني يجبها صالحة في المجتمع يعني تساعد وتنجز وتحاول بكل الإمكانيات أنها تخلي الناس تشعر أن هم فعلا يستحقوا هذه المغادرة الجميلة وأن طبعا كلنا حتوقف معهم والناس كلنا حتوقف معهم والدولة حتوقف معهم وإن شاء الله يكونوا يعني يجبها منشرفة لمصر للمصر عليها الكرد نعم لكن فيما يخص جهود الدولة المصرية تحديدا في هذا الأمر كيفية الاندماج مرة أخرى وماذا تعني هذه الجهود والأهمية بالنسبة للسلطة التنفيذية في الدولة المصرية عندما تفرج عن عدد من الشباب وتعطي لهم الفرصة مرة أخرى للوصول بالشكل الأمثل بحياة مثلية داخل الوطن هو طبعا هيعتبر الفرصة بتعطي زي أننا هتتبر أن الحدث الذي حدث ده تعلم يكون يجب في الحالة دي يجد عمل في أي مكان يجد فرصة في أي مكان هو دي أهم حاجة أحسن يغبى كان ما هيش يعني سابقة توقف قبوله في أي عمل لأننا نريد أن تغبى كأنها حاجة ما حدثتش حاجة انتهت وأنه دي تغبى نصوحة يعني فيغبى في الحالة دي حيجد العمل في كل مكان يغبى يدخله وهذه تغبى فيه توصيحة على الناس دي أنها تقبل في جميع الأعمال التي تفتم إليها مدام وأهلاتهم أو جروفهم تسمح بالكبول فدي اللي هي اللي هي اللي هي الطلب اللي نطلبه اللي احنا عقولين نسعدهم المساعدة هي كان السابق اللي حصلت أو الحرش اللي حصلت هي اللي حصلت نعم أشكرك أشكرك دكتور نبيل دعبس مؤسس حزب مصر الحديثة ورئيس لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ أشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بفتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمصنع رمال السوداء بمحافظة كافرشيخ لافتا إلى أن هذا المشروع الذي كان حلما منذ سنوات طبيلة أصبح حقيقة اليوم وخلال اجتماع مجلس الوزراء أكد مدبولي أنه بهذا الافتتاح تكون مصر نفذت الجزء الأصعب في هذا المجال الواحد ومن سما ندعو مؤسسات القطاع الخاص للشركة وتطرق مدبولي إلى اللقاء الذي عقده مع رئيس السيسي مع وفد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين من مختلف القطاعات الصناعية مشيرا إلى توجيه رئيس المستمر للحكومة بأهمية عقد المزيد من اللقاءات والحوارات مع مختلف رجال الأعمال والمستثمرين لتعرف المباشر على ما قد يواجههم من مشكلات أو تحديات وخلال الاجتماع أشهد رئيس الوزراء بالكلمة التي ألقها الرئيس السيسي خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الخامسة كما نوه رئيس الوزراء إلى أن رئيس السيسي وجه الدعوة خلال كلمته للمشاركة في فعاليات القمة العالمية للمناخ كوب 27 أشار مدبولي إلى انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 الأحد القادم أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ضرورة استمرار العمل على تأمين احتياجات المواطن من السلع الاستراتيجية لمدة ستة أشهر تنفيذ لتوجيهة سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلال اجتماع عقده لمتابعة جهود توفير الأرز بالسوق المحلية وجه رئيس مجلس الوزراء باستمرار العمل بقرار حضر تصدير الأرز وذلك من أجل تأمين احتياجات السوق المحلية مع تجديد وأحكام الرقابة على المنافذ شهد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بشان إجراء عمليات استبدال الأجزاء الخارجية لقوقعة الأذن الإلكترونية والتي تستهدف الأطفال والفئة من غير القادرين من أجل تمكينهم من الانخراط في المجتمع تأتي هذه الاتفاقية في إطار الدور الذي تقوم به وزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات التي تعد المشغلة الوطنية للاتصالات بالدولة بفضل ما تمتلكه من قاعدة عريضة من جمهور العملاء وفي ضوء اهتمامها بواقع المجتمع المصري شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي يرافقه عدد كبير من المسؤولين وشركاء التنمية الدوليين شهد افتتاح المرحلة الأولى من مشروع كايروبايك بوسط القاهرة كأول منظومة مشاركة درجات عامة في مصر تنفارد بها المحافظة ويأتي المشروع تزامنا مع استعدادات مصر لاستضافة قيمة المناخ كاب 27 وحرص محافظة القاهرة على توفير وسائل تنقل صحية وصديقة للبيئة وتضم المرحلة الأولى لمشروع كايروبايك 250 دراجة موزعة على 26 محطة من إجمالية 500 دراجة للمشروع بالكامل تخدمهم 45 محطة تعمل بطاقة الشمسية ومؤمنة بكاميرات المراقبة تشجيعاً لفكرة ركوب الدراجات كوسيلة مواصلات في العاصمة تم افتتاح مشروع كايروبايك في ميدان التحرير كمرحلة أولى تدخل حيزة تنفيذ لتقليل الانتقال بالسيارات والحافلات العامة بالوقود مما يسهم في تقليل الانبعاثات والحد من الكثافات المرورية في القاهرة الهدف من المشروع أولاً تخفيف حدة الزخام في وسط القاهرة ودعم المواطنين على استخدام الدراجات في تنقلاتهم بدل المواصلات العامة في وسط البلد عشان خطر تقليل الكثافة المرورية في المنطقة وتقليل التلوص النتج عن العدم السيارات ونشر زقافة الدراجات بين المواطنين عشان كل الناس تتعود أنها تستخدم وسائل المواصلات صديقة للبيئة عقب الافتتاح أقيم مؤتمر صحفي للإعلان عن تدشين المرحلة الأولى للمشروع والتأكيد على أهمية الترويج للحلول الصديقة للبيئة لمواجهة تداعيات الآثار السلبية للتغيرات المناخية خاصة في ظل توجه مصر نحو الحفاظ على البيئة فكرة منظومة مشاركة الدراجات تستهدف الشباب وجميع فئات المجتمع هي أن تكون المدينة بها شبكة كبيرة من نقاط تغافر بها دراجات لاستخدام العام وتدار تلك المنظومة بتطبيق على الموبايل أو بوسائل ترفع أخرى مثل بيضاقات مدفوعة مقدمة لتتناسب مع جميع الفئات وبأسهار مخفضة هذا ما سوف يتم توفيره الآن في منطقة وسط البلد في المرحلة الأولى والتي تشمل 26 محطة بإجمال 250 دراجة المشروع يتم تنفيذه بمناطق وسط البلد وجاردن سيتي والزمالك ويتضمن 500 دراجة يتم تتبعها بنظام جي بي اس موزعين على 45 محطة تعمل بالطاقة الشمسية ومؤمنة بكاميرات المراقبة في أماكن استراتيجية تتكامل مع محطات المتر وخطوط النقل العام بتكلفة رمزية للمواطنين والطلبة والطالبات مشروع كايروبايك هو مشروع مكونات عبارة عن 500 عجلة وال500 عجلة دول الحقيقة لهم 45 محطة زي المحطة اللي حدتك شايفها خلفية الكاميرا وبالتالي موجودين في محيط وسط البلد كله ومعانا الزمالك كمان هدف طبعا أننا نخفف الزحيم شوية في وسط البلد والعربيات والعادة بتاع السيارات ونشجع الناس أنهم تركب عجل لأنه الفيز بتاعته كانت تكون فري يعني للناس فنشجعهم أنهم يركبوها في وسط البلد يمكن لسكان العاصمة وروادها استيجار الدراجات من مكان ما وترك الدراجة في مكان آخر وسيعمل هذا النظام على تشجيع استخدام وسائل النقل صديقة البيئة وغير الألية وكذلك تقليل الاعتماد على وسائل النقل ويكون بذلك نظاما صديقا للبيئة يحد من الاعتماد على السيارات أحمد الحسيني التلفزيون المصري تحتفل القوات البحرية بعيدها الخمس والخمسين الذي يوافق يوم الحادي والعشرين من شهر أكتوبر من عام 1967 وهو ذكرى إغراق المدمرة إلات الذي يعد أحد أعظم الانتصارات للبحرية المصرية وخلال وقاء المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر قيادة القوات البحرية برأس 60 بالأسكندرية بمناسبة الاحتفال بعيد القوات البحرية أكد قائد القوات البحرية الفريق أشرف إبراهيم عطوى أن المجد الذي تحقق في هذا اليوم كان أكبر برهان على قوة وعزيمة رجال قواتنا البحرية ومقدمة للانتصار العظيم الذي تحقق في السادس من أكتوبر من عام 1973 في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة نظمت جامعة القاهرة بتعاون مع إدارة شؤون المعنوية للقوات المسلحة ندوة تتقيفية لغرس روح الولاء والانتماء ونشر الوعي بين طلبة الجامعة وذلك من خلال إلقاء الضوء على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة وتضمنت فعليات الندوة محاضرة تنور التفاصيل حرب أكتوبر المجيدة والتخطيط المتكامل لمعركة النصر بالأضافة إلى إبراز مدى بسالة وشجاعة الجندي المصرية ودوره في تحقيق هذا النصر العظيم توصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسهار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيادة من السهر الرسمي وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 478 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 200 و3 أطنان مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلع على السلع المدومة تم ضبط أكثر من 103 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيادة من السهر الرسمي لاستلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 100 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 719 قضية من بينها 70 قضية خبز ناقص للوزن و91 قضية خبز غير مطابق للموصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرزأ الشعير تم ضبط 16 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 119 طن تواصل أجهزة وزارة داخلية جهودها لضبط جرائم غش مستلزمت للإنتاج الزراعي والجني والجرائم التي تذور بالبيئة حيث شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومدرية الأمن حملات تفتشية مكبرة في هذا الإطار استمراراً للجهود الأمنية التي تبدلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التي تضر بالبيئة وغش مسلزمات الإنتاج الزراعي وجرائم غش السلع بكافة أنواعها وصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومدريات الأمن حملاتها المكبرة على مستوى الجمهورية والتي أصفرت عن تحقيق نتائج إيجابية فبنطاق المدريات أمن المنفية أصفرت الحملات الأمنية عن ضبط مصنع بدون ترخيص للأعلاف الحيوانية بداخله كمية تزن تسعة وثناسين طن أعلاف حيوانية ومستلزمات إنتاجها مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية كما أصفرت الحملات عن ضبط خمسة مصانع بدون ترخيص للمنظفات المنزلية والمياه الغازية والمنتجات البلاستيكية وخراطيم ري التنقيت للأراضي الزراعية بمضبوطات بلغت واحداً وعشرين طن ونصف مواد خام ومنتج نهائي لمواد بلاستيكية وطنين ونصف مواد خام منظفات منزلية وأكثر من خمسة وعشرين ألف عبوة مياه غازية وستة وستين ألف متر منتج نهائي لخراطيم الري جميع المضبوطات مجهولة المصدر وبنطاق مدرية أمن الجيزة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شركة ومخزن ومحلين للمواد الغذائية والمبيدات والأسمدة الزراعية جميعها بدون ترخيص بداخلها خمسة عشر طن مواد غذائية مجهولة المصدر وسلاسة أطنان أقطان مجهولة المصدر وستة أطنان أعلاف حيوانية وسلاسة أطنان أسمدة ومخصبات زراعية ومع استمرار الحملات الأمنية بالجيزة أصفرت نتائجها عن ضبط شركة ومركز للأعلاف الحيوانية والأسمدة الزراعية بداخلهم أكثر من ستة عشر طن أسمدة ومخصبات زراعية وأعلاف حيوانية جميعها بدون ترخيص وضبط سلاجة وشركتين للمواد الغذائية بدون ترخيص بداخلهم قرابة اثنين عشر طن مواد غذائية واستمرار للحملات الأمنية بنطاق مدريات أمن الجيزة أصفرت تلك الحملات عن ضبط محلين وشركة بدون ترخيص للأسمدة والمبيدات الزراعية والأعلاف الحيوانية بداخلهم أكثر من ستة أطنان أسمدة ومبيدات زراعية وأعلاف حيوانية منتهية الصلاحية وبنطاق مدريات أمن القليوبية تم ضبط سلاجة لحفظ السلع الغذائية بداخلها أكثر من طن لحوم غير صالحة لاستهلاك الأدمي وضبط شركتين ومصنعين بدون ترخيص للمواد الغذائية بداخلهم قرابة أربعة أطنان مواد غذائية متنوعة مجهولة المصدر وغير صالحة لاستهلاك كما شنت الأجهزة الأمنية عددا من الحملات للتفتيش على المستشفيات بنطاق مدريات أمن الشرقية أصفرت نتائجها عن ضبط مخالفات للاشتراطات البيئية والصحية بمستشفيين إضافة إلى وجود أدوية منتهية الصلاحية وحضانات أطفال بدون ترخيص نظمت تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية حول ملف الحبس الاحتياطي وذلك في مقر التنسقية تناولت الورشة عدة محاور منها مفهوم الحبس الاحتياطي كإجراء احترازية في العالم والمعايير الدولية والتعديلات المطلوبة على قانون الإجراءات الجنائية لتعامل مع ملف الحبس الاحتياطي وخلال الجلسة تم مناقشة التعديلات المطلوبة في قانون الإجراءات الجنائية وكيفية ضبط مواده حتى لا تحمل تأويلات مختلفة أطلقت تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين ثلاثة جلسات نقاشية بمحافظة الشرقية ضمن فاعلياتها لدعم الحوار الوطنية تحت عنوان قضايا الحوار الوطنية هذا عقد عضو مجلس النواب عن تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين خالد بدوي الجلسات النقاشية بمركز الإبراهيمية بالمحافظة ضمت مختلف الفئات العمرية والمهنية واستهدفت الجلسات لاستماع إلى أراء المواطنين ومقترحاتهما والتحديات التي تواجههم ضمن قضايا ومحاور الحوار الوطني المطروحة منها أهمية العمل العام وأهدافه أهمية تفعيل مشاركة الشباب في جميع المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية التقى سفير مصر لدى فنلندا هيسم صلاح وزيرة البيئة والمناخ وعددا من كبار مسؤولي ملف المناخ بوزارتي البيئة والخارجية في فنلندا وذلك في إطار جهود الترويج لمؤتمر المناخ كوب 27 الذي تستضيفه مصر في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ حيث أشرت الوزيرة الفنلندية إلى الاهتمام الكبير الذي تليه بلادها للعمل المناخي الدولي وهو ما حدا بفنلندا للحرص على المشاركة رفيعة المستوى في فعاليات قمة قادة العالم يومي السابع والشام من نوفمبر القادم مسمينة تنجهد الرئاسة المصرية للإعداد الجيد للمؤتمر وتنسيق المستمر مع دول الأطراف لضمان خروج المؤتمر بالنتائج المرجوة منه وذلك بشكل يعزز من العمل المناخي الدولي تتابع مصر بقلق بالق تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد دم من مدن الضفة الغربية وفي محيط المسجد الأقصى على مدار الأيام الماضية وما تشهده من اعتداءات واستفزازات إسرائيلية متواصلة وتصعيد خطير في حدة ووتيرة العنفة وفي بيان لوزارة الخارجية طالبت مصر بالوقف الفوري للحلقة المفرغة للعنفة والاعتداءات والاستفزازات القائمة وتوفير الحماية للمدنيين الذين تتعرضوا حياتهم ومقدراتهم للمخاطر كما حتت مصر القوى الدولية الكبرى وشركاء ورعاة عمليات السلام التاريخيين بتحمل مسؤولية وقف العنف والتحرك العاجل لتهدئة الوضع من أجل تشجيع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لاستئناف عمليات السلام أصفرت جلسة مجلس النواب اللبنانية السالسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية عن تعذر انتخاب رئيس لعدم حصول أي من المراشحين على النسبة الدستورية المقررة للفوز بالرئاسة في الجولة الأولى للانتخاب وحصل النائب ميشيل معوض على 42 صوتا فيما صوت 55 نائبا بورقة بيضاء بينما اقترع 22 نائبا لأسماء أخرى وينص الدستور اللبناني على فوز المرشح الذي يحصل على أغلبية 86 صوتا من بين أصوات 128 عضو بالمجلس في الجولة الأولى للانتخاب وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على هذا العدد تجرى جولة ثانية يفوز فيها من يحصل على 65 صوتا في العراق أفاد مصدر أمني بمقتل وإصابة ثلاثة من قوات الأمنة جراء هجوم إرهابي شمالي بغداد أضف المصدر الأمني أن الهجوم الإرهابي شنته عناصر تنظيم داعش الإرهابي على القوات الأمنية في الطارمية شمالي العاصمة بغداد مشيرا إلى أن القوات الأمنية ردت على العناصر الإرهابية وأكبرتهم على الانسحاب أضف المصدر الأمني أنه تم العطور على وكر لتنظيم الإرهابي بمنطقة الاشتباك نشرتنا متواصلة معكم وفيها أوكرانيا تبدق لقاها من هجوم روسي محتمل انتلاقا من بلاروسيا موسيقى اعتبرت الخارجية الأمريكية أن أعلن روسيا فرض الأحكام العرفية على المناطق الأربع التي ضمتها في أوكرانيا تمثل تيكتيكات وصفتها باليائسة من قبل موسكو وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إنه لا ينبغي أن يكون مفاجئا أن تلجأ روسيا إلى تلك التيكتيكات في محاولة فرض السيطرة الجبرية على الأراضي التي ضمتها في أوكرانيا مؤشيرا إلى أن القرم وليهانسك وعندانسك وزابوريجيا هي أراد نئذات سيادة أوكرانية وأي مزاعم أخرى غير شرعية أعلى حد قوله قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية وصلت توجيه ضرابات على أهداف عسكرية أوكرانية ومنشآت للطاقة خلال الساعة الأربع والعشرين الماضية وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الجيش صدت هجوما مضادا شنته القوات الأوكرانية في منطقة خيرسون التي يقوم فيها حاليا مسؤولون محليون عينتهم روسيا يقومون بإجلاء عشرات الألاف من السكان منها أبدأ الجيش الأوكراني قلقه من خطر متزايد لهجوم روسي جديد انتلاقا من الجارة الشمالية بيلاروسيا التي شكلت أراضيها قاعدة خلفية للقوات الروسية لعملياتها العسكرية على أوكرانيا فصرح المسؤول في هيئة الأركان الأوكرانية أوليكسي جروموفا بأن الخطاب المعادل للقادة العسكريين والسياسيين في روسيا وبيلاروسيا يتصاعد مؤكدا أن خطر تجدد الهجوم على الجبهة الشمالية من جانب القوات الروسية يتزايد أعلنت المفوضية الأوروبية تفعيل برنامج جديد للملاجئ الطارئة والمرافق الشتوية للأوكرانيين المتضررين من العملية العسكرية الروسية وأعلنت المفوضية الأوروبية تقديم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 175 مليون يورو لدعم منهم في أمس الحاجة إليها في أوكرانيا ومولدوفا يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة مفوض إدارة الأزمات بالمفوضية إلى أوكرانيا وذلك للمساعدة في تنسيق واحدة من أكثر عمليات الاستجابة للطوارئ شمولا في الاتحاد الأوروبي قال وزير الدفاع البريطاني بن وعلس إن مقاتلتين روسيتين اعترضتها طائرة عسكرية بريطانية غير مسلحة كانت في مهمة روتينية فوق البحر الأسود في 29 من سبتمبر الماضي وفي بيانا ألقاه أمام مجلس العموم البريطانية أكد وعلس أن بلاده لا تعتبر الحادثة صيدا متعمدا من قبل روسيا مؤشرا إلى أن موسكو أعلنت أن الحادثة يعد خطأا تقني دخلت الأزمة الأوكرانية فصلا جديدا بعد إدانات أمريكا وغربية لاستخدام روسيا طائرات مسيرة في أوكرانيا كان مجلس الأمن الدولي قد عقد جلسة لبحث ملف استخدام المسيرات في الأراضي الأوكرانية حيث حذرت دول في مقدمتها الولايات المتحدة من استخدامها لتدمير البنية التحتية الأوكرانية فصل جديد من فصول الأزمة الأوكرانية دخلتها بسبب الطائرات المسيرة التي تزعم أوكرانيا والدول الأوروبية أن موسكو تستخدمها في تنفيذ عدد من العمليات العسكرية في أوكرانيا وخلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي تمت مناقشة ملف المسيرات التي حصرت عليها روسيا حيث حذرت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا من استخدام تلك الطائرات لتدمير البنية التحتية الأوكرانية وأبلغت أوكرانيا منذ أسابيع عن شان روسيا هجمات بطائرات بدون طيار تنفجر رؤوسها الحربية في عمليات هبوط انتحارية هذا ورغم النافي الروسي أعلن الجيش الأوكراني من جانبه إسقاط أكثر من 220 طائرة مسيرة خلال شهر فيما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تملك أدلة على استخدام موسكو لهذا النوع من الطائرات كما كشفت الولايات المتحدة معلومات استخبارية تؤكد أن المسيرات أصيبت بأعطال في أحيان كثيرة وأن روسيا تحولت إلى كوريا الشمالية للحصول على طائرات بعد رفض الصين الدعوات لإرسال أسلحة كما قال وزير الدفاع الإسطيني هانو بيفكور إن روسيا تعتمد على الطائرات المسيرة بسبب قلة الإمدادات ونجاح أوكرانيا في حماية أجوائها مشيرا إلى أن القوات الروسية فقدت الكثير من الطائرات بفضل الدفاعات الجوية الأوكرانية وأعلنت باريس أنه من المقرر يعقد جلسة يديدة لمجلس الأمن الدولي الجمعة المقبلة بناء على طلب فرنسا والمكسيح حول حماية المدنيين وبحث موضوع الضربات العشوائية ضد المدنيين التي قد ترقى إلى جرائم حرب أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أمام مجلس النواب البوندستاج أن تيكتيكا الأرض المحروقة الروسي يعزز عزمة ومسابرة أوكرانيا وشركائها وأضاف المستشار الألماني في حديثه أمام النواب قبل بدء قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل أن المطالبات المالية لكيافة تمت تغطيتها حتى نهية العام وعن مسألة الغاز أوضح المستشار الألماني أنه لا يمكن أن تعمل ألية وضع سقف لأسعار الغاز المقترحة في الاتحاد الأوروبي إلا مع شركاء من خارج الكتلة وإلى اليابان حيث واصلت العملة هبوطها أمام الدولار وتراجعت إلى 150 يناً أمام العملة الأمريكية للمرة الأولى منذ العام 1990 ما أثرت كهنات حول تدخل جديد محتمل من اليابان لدعم الين وكان الدولار يساوي 149.92 يناً بعد تخطيه لفترة وجيزة عتبت 150 يناً وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 1990 وسط الاختلافات المتزايدة بين السياسات النقدية الأمريكية واليابانية وتراجعت العملة اليابانية من المستويات التي سجلتها في فبراير أمام الدولار عند 115 يناً تقريباً في حين يتمسك بنك اليابان بسياساته الطويلة الأمد الشديدة تساهل والتي صممت لتشجيع نمو المستدامة في تالت أكبر اقتصاد في العالم في المغرب قالت المندوبة السامية للتخطيط أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 8.3% على أساس سنوية في سبتمبر مدفوعاً في الأساس بارتفاع أسعار الغداء حيث صعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني السلع متقلبة الأسعار بالنسبة 7% على أساس سنوية بلغ فصل 8% على أساس شهرية ورفع البنك المركزي المغربي سعر الفائدة القياسية 50 نقطة أساس إلى 2% الشهر الماضي مشيراً إلى الحاجة إلى ضمان استقرار الأسعار دعا زعيم المعارضة البريطانية سيركيل ستارمر إلى انتخابات فورية كما دعت أحزاب الخضر والديمقراطيين الأحرار والوطني الاسكتلندي لإجراء انتخابات عامة جاء ذلك بعدما أعلنت لستراس بعد مرور ستة أسابيع من رئاستها للوزراء أعلنت استقالتها من المنصب كما أعلنت عن إجراء انتخابات الأسبوع المقبل لاختيار خلف لها من المحافظين وشددت تراس أمام مقر رئاسة الحكومة في لندن على ضرورة أن تركز الحكومة جهودها على أولوياتها قلت لجنة الانتخابات الماليزية إن ماليزيا ستجري انتخابات عامة في التاسع عشر من نوفمبر القادم وقال رئيس اللجنة إنه سيتعين على المرشحين تقديم ترشحهم لنواب البرلمان في الخامس من نوفمبر القادم في انتخابات يأمل الحزب الحاكم في تعزيز قبضاته على السلطة فيها يأمل الحزب الحاكم في ماليزيا تعزيز قبضاته على السلطة من خلال تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة لتحديد أعضاء البرلمان في التاسع عشر من نوفمبر المقبل وبحسب رئيس لجنة الانتخابات الماليزية سيتعين على المرشحين تقديم ترشيحهم لنواب البرلمان في الخامس من نوفمبر المقبل الانتخابات التشريعية في ماليزيا كانت مقررة في سبتمبر إلا أن رئيس الوزراء إسماعيل صبر يعقوب تعرض لضغوط كبيرة من حزبه المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة لحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة أملا في تعزيز غالبياته الضائلة جدا ويحق لنحو 21 مليون ماليزي التصويت هذا العام لانتخاب نواب في المجلس المؤلف من 222 مقعدة وتاتي الانتخابات في وقت متزامن مع موسم الرياح الموسمية السنوي الذي تسبب بالفعل في حدوث فيضانات في جميع أنحاء ماليزيا ومن المتوقع أن يؤثر على إقبال الناخبين ماليزيا تشهد عدم استقرار سياسي متكرر منذ انتخابات عام 2018 التي أوصلت إلى الحكم رئيس الوزراء الإصلاحي مهاتير محمد متغلبا على حزب المنظمة الوطنية الماليزي الذي كان يحكم البلاد منذ أكثر من ستين عاما أكد رئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية كيم جين بيو أهمية التعاون البرلماني مع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلنطي نيتو في مواجهة المخاطر العالمية المتزايدة كما عقدت الجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلنطي اجتماعا مع وزيري خارجية كوريا الجنوبية بارك جين هذا ويزور وفد الحلف العاصمة السول للاجتماع بكبار المشؤولين الكوريين الجنوبيين قلت رئيس البرازيلي لمنتهية ولايته جايار بلوسنارو الفارق بينه وبين منافسه اليساري رئيس الأسبق لولادا سالفا بحسب ما أظهر استطلاعه للرأي وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد داتا قولة إن الرئيس اليساري الأسبق حصل على 52% من أراء المستطلعين في مقابل 48% للرئيس المنتهية ولايته قبل أيام من الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في البرازيل أظهر استطلاع للرأي أن الرئيس والمرشح جايير بلوسنارو قلص النقاط بينه وبين الرئيس الأسبق لولادا سيلفا الاستطلاع الذي أجراه معهد داتا قولها أظهر أن الرئيس اليساري الأسبق حصل على 52% من نوايا التصويت مقابل 48% للرئيس المنتهية ولايته وأجري الاستطلاع الجديد خلال الأيام الثلاثة الماضية على عينة من 1912 ناخبا يتوزعون على 181 مدينة برازيلية وبلغ هامش الخطأ فيه نقطتين مئويتين أما الاستطلاع السابق فمنح الرئيس الأسبق 53% مقابل 47% للرئيس المنتهية ولايته المرشحان يحاولان اكتذاب الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد قبل انتخابات الدورة الثانية المقررة في 30 أكتوبر المقبل وفي الدورة الأولى التي جرت في الثاني من أكتوبر حل لولا في المرتبة الأولى بحصوله على 48% من الأصوات مقابل 43% حصل عليها بولسونارو وإثر الدورة الأولى تعرضت معاهد الاستطلاع المختلفة لانتقادات شديدة لأنها لم تتوقع النتيجة الكبيرة التي أحرزها الرئيس المنتهية ولايته إذ إن معظم الاستطلاعات التي أجرتها منحته يومها 37% من نوايا التصويت بالحد الأقصى استطلاع الرئي لا يشكل بالضرورة استشرافا للنتيجة بل يعكس رأي الناخب في اللحظة التي يتم فيها استطلاع الرئي فقط أعلن رئيس تشادي محمد ديبي أتنو حالة طوارئ بهدف احتواء وإدارة الفيضانات التي تضرب البلاد منذ أسبوع محذرا من حدوث فيضان يشمل معظم المقاطعات وفي خطاب قال ديبي أن هذه الفيضانات التي اكتاحت مناطق في جنوب تشاد ووسطها نجمت عن هطول أمطار غزيرة طالت 636 بلدة في 18 مقاطعة من أصل 23 مقاطعة بالبلاد وتضرر منها أكثر من مليون شخص مضيفا أن المياه أتت على أكثر من 465 ألف هكتار من الحقول و19 ألف رأس ماشية أصدرت السلطات الأسترالية أوامر إجلاء جديدة لبعض السكان الذين يعيشون بالقرب من أكبر نهر في جنوب شرق البلاد مع تحضيرات من مزيد من الفيضانات وتوقعات بمزيد من الأمطار وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزا إنما يصل إلى 500 من أفراد الدفاع سيساعدون في مكافحة أثار الفيضانات حيث يملأ المئة بالفعل أكياس الرمل كما يجري نشر طائراتها لقطر عسكرية في مهمات إجلاء وإعادة إمداد تنفيذا لتوجيهة السعيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واستجابة لدعوة الحوار الوطني لمؤسسات المجتمع المدني لإجراء حوارات جمهورية في كافة محافظات الجمهورية توصل مؤسسة حياة كريمة نشر ثقافة العمل التطوعي داخل 24 جامعة حكومية لإشراك الشباب في تنفيذ المبادرة الرئاسية وبدأت المؤسسة في تنفيذ زيارات الميدانية لشباب الجامعات لإشراك الشباب في المبادرة الرئاسية حيث تتوع أكثر من 3000 متطوع من طلبة الجامعات وتأتي خطوة زيارات الميدانية لشباب الجامعات لمشروعات حياة كريمة على أرض الواقع ضمن خطوات التنفيذية للعمل على الاستفادة من التخصصات المختلفة من شباب الجامعات في تنفيذ مشروعات حياة كريمة انطلقت قافلة طبية بقرية أبو غصون التابع لإدارة مرسى علام الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتم توقيع الكشف وصرف العلاج ل69 حالة بمختلف التخصصات الطبية منها إجراء 18 فحصا معمليا كما تم إجراء 11 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة وتم إجراء جميع الكشفات والفحصات وصرف العلاج بالمجانة وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى وبوند محافظة البحر الأحمر نظمت جامعة المنوفية بتعاون مع مؤسسة حياة كريمة نادوة توعوية لطلاب الجامعة لتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة أوضح رئيس جامعة المنوفية عادل لمبارك أن مبادرة حياة كريمة تسعى إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التي تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية وكذلك معيشية كما تقوم بتقديمها إلى المواطن المصرية نحن بصدد النهاردة أحد هذه المبادرات الهمة اللي هو المبادرة حياة كريمة ودور جامعة المنوفية النهاردة في صدافة كل الجمع اللي قدامنا دي من الطلبة اللي موجودة بالجامعة والمجتمع الخارجي عشان تعزيز الجهود للمشاركة والتوعية بحياة كريمة ويبقاله دور المبادرة اللي وصلت لكل فئات المختلفة من الشعب المصري الحقيقة احنا موجودين النهاردة في رحاب جامعة المنوفية عشان نوصل رؤية وأداف ومحاور مؤسس حياة كريمة لأكبر قدر من الشباب مصر دولة شابة عندنا الشباب بيمثلوا 60% من المجتمع المصري فبالتالي مؤسس حياة كريمة حريصة جدا أن هي يكون فيه مشاركة من الشباب دي المرحلة الثالثة من الندوات اللي بتعقد داخل الجامعات المصرية الهدف من وجودنا النهاردة أن احنا نقدر نوصل فكرتنا للشباب الموجودين في الجامعات المصرية احنا النهاردة جايين نعمل ندوة توعوية للطلاب نعرفهم المبادرة حياة كريمة بتقدموا للبلد وإيه اللي بتعامل يعني هدف حياة كريمة مش بناء بنية تحتية فقط ولكن بناء إنسان يعني إنسان يعرف يتعامل مع بلده بتطوراتها برؤيتها الجديدة بكل ما تهدف إليه لمصر 2030 حياة كريمة مبادرة رئاسية بأننا سنتين موجودين فيها الحمد لله فضل الله كل المشروعات وكل الخدمات تعملت محتاجين أن شباب الجامعات يكون معنا ويبدأ يعرف بيئة الشباب حياة كريمة وإيه اللي هي حياة كريمة بتقدموا للمواطن قدرنا نساعد أهالينا بمبادرة حياة كريمة النهاردة جينا في دور جامعة المنوفية عشان نعرف بيئة الطلبة لجامعات المنوفية إيه هي حياة كريمة حياة كريمة دورها إيه في المجتمع بتفيد بإيه في ناس كتير من طلبة الجامعات مش عارفين عايزين يدخلوا معنا بس هم عايزين يعرفوا إيه هي هدف حياة كريمة حالياً احنا موجودين كلنا علشان خاطر الفعالية اللي عاملها حياة كريمة علشان نبدأ ان احنا نوعي الشباب اكتر بخصوص مبادرة حياة كريمة نبدأ ان احنا نعرفهم ان فعلاً في مجال لتطوع ان انتوا انتوا مزينا برضو بنساعد في بناء مصر في مبادرة حياة كريمة احنا النهاردة جايين نعرف الشباب يعني ايه حياة كريمة يعني ايه مؤسسة حياة كريمة اللي بتهدف للمجتمع لخدمة المجتمع والمشروعات القومية زي صرف صحي زي خدمات زي حاجات بتاعوك المواطنين حياة كريمة تقدر توفر الحاجات دي ومبادرة محترمة جهزت مؤسسة حياة كريمة بتعاوني مع مؤسسة كلمة وطن مجغل لتعليم الفتيات والسيدات في نون الخياطة وذلك بمدينة السادس من اكتوبر بمحافلة الجيزة قامت المؤسسة بتوفير كافة مستلزمات المجغل من مكينات للخياطة والتفصيل والتطريز وغيرها حيث من المستهدف تخريج اول دفعة من المتدربات خلال سلسة اشهر حتى تكون اول خطوة على طريق النجاح والآن مشاهدينا نتحاول لمتابعة اهم انباء المال والاعمال اخبار الاقتصاد مع فاطمة خليل اليك فاطمة شكرا هيب حسين شكرا ايمان منصور واهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة اكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين الدعم الكامل الذي توليه المنطقة الاقتصادية للشركات الموقعة على مذكرة التفاهم من اجل توطين الوقود الاخضر جاء ذلك خلال اللقاء رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس مشاريع ازالة الامبعثات الكربونية الاستراتيجية بشركة مرسك كاي فيشنر وممثل مجموعة مرسك مصر هاني النادي ونائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة سيمينز لطاقة ليلة الحارس ووفد يضم عددا من الخبرات الفنية من الشركتين وبحضور ممثلي وزارات الكهرباء والسندوق السيادية حذرت الحكومة اصحاب المخابز السياحية من التلاعب في اوزان وسعر رغيف الفينو وايضا الخبز الحر السياحي يأتي هذا بعدما بدأت الحكومة في توفير الدقيق الفاخر لاصحاب المخابز السياحية حملة جديدة تطلقها الحكومة لضبط الاسواق واسعار واوزان رغيف الخبز الفينو السياحي عن طريق توفير الدقيق باسعار مخفضة وجودة عالية بتقوم بتوزيع الفاخر السياحي على المخابز وده طبعا بناء على تعليمات وتوجهات مع الوزير لإحداث توازن في سعر الرغيف موجود في السوق وتوفيرا لرغيف الفينو للطفال المدارس خصوصا نحن في أيام الدراسة بالسعر المناسب وبما تماشى طبعا وتناسب مع دخول المستهلكين اللي بتحتاج لرغيف الفينو في الفترة دي الهدف الرئيسي إتاحة شراء الأمح من داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية زي ما أعلى المعالي الوزير بسعر 8700 جنيه لكافة الصناعات الغذائية وكافة المصانع اللي بتشتغل في الحلويات والمخبوزات ومصانع المكرونة المستوى الثاني من منظومة وزارة التموين أنا أتحت لمصانع المكرونة اللي بتشتغل في منظومة التموين وبتورد لنا المكرونة على المنظومة نأتاخد الديئ بسعر 10.000 جنيه المستوى الثالث وهو أهم مستوى في منظومة العيش السياحي أو الفينو أن أتحت لمخابز السياحية المرخصة والمخابز الأفرنجية من خلال التقدم بطلب لمدارية التموين أنها تحصل على الدقيق استخراج 72 دقيق ده الفاخر بسعر 10.000 جنيه للطن الواحد وصل سعر طن الدقيق في الأسواق لـ 17 ألف جنيه إلا أن الدولة توفره للتجار وأصحاب المخابز بسعر أقل بكثير وبكميات كبيرة حسب الطلب مما يساعد على محاربة جشع التجار وتوفير رغيف الخبز للمواطنين بأسعار مناسبة الناس بتعامل معنا عادي عند الوقت الأول كانت الناس بتعامل معنا بالعيش صغير وكلام كثير من الناس لكن دلوقت الحمد لله يعني العيش وفرنا السلام لما نزلت التوامن دقيقة رخيص وعرفنا نطلع الرغف اللي عايزين طبعا دلوقت غير مبارح وغير أول مبارح طبعا كده وزنه مع معقول يعني بتاع مبارح بسعر النهاردة يعني بتاع مبارح اللي هو وزنه أقل من كده كان باتنين جنيه دلوقت بقى بيجنيه حلو كويس بقى عيش أبيض وحلو جميل وزا الفل حملة تستمر لمدة شهر مع بداية موسم الدراسة والذي يتزايد فيه الطلب على الخبز السياحي والفينو بالإضافة لتوقيع غرامات على المخالفين للأوزان وأسعار الرغيف تصل لعشرة آلاف جنيه للمخالفة الواحدة كريم بيبرس التلفزيون المصري وإلى سوق المال حيث أنهت البورصة المصرية تعاملت جلسة اليوم نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية وسط تداولات متوسطة وربح رأس المال السوقي نحو 4 مليارات و300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 710 مليارات و813 مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر إي جي أكس 30 بنسبة واحد وخمسة عشر من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى 10273 نقطة كما قوهز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي أكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 75 من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى 2223 نقطة صعد مؤشر إي جي أكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 84 من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى 3180 نقطة إلى أسواق العملات حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي نحو 19 جنيه و63 قرشا للشراء و19 جنيه و70 قرشا للبيع بالنسبة لسعر اليورو وصل سعره إلى 19 جنيه و23 قرشا للشراء و19 جنيه و32 قرشا للبيع بالنسبة لسعر الجنيه الاستليني وصل سعره إلى 22 جنيه و10 قروشا للشراء و22 جنيه و20 قرشا للبيع أما عن أسعار العملات العربية وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5 جنيه و34 قرشا للشراء و5 جنيه و36 قرشا للبيع بالنسبة لسعر أريال السعودي وصل سعره إلى 5 جنيهات و22 قرشاً للشراء و5 جنيهات و24 قرشاً للبيع في أسواق المعادن أن في سرطة رجعت أسعار الذهب العالمي لتصل إلى 1650 دولار للأقية محلياً أسجل عيارة 18 نحو 950 جنيه أما بالنسبة لعيارة 21 وصل سعره إلى 1110 جنيهات وهو الأكثر مبيعاً أما عن سعر عيار 24 وصل سعره إلى 1270 جنيه بالنسبة لسعر الجنيه الذهب وصل سعره إلى 8810 جنيهات وصل الجنيه الاسترليني ارتفاعاته خلال التعاملات رغم أعلان استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليستراس وتصريح لمسؤول بلجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا التكيف مع السياسات المالية الجديدة هذا وارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة 53 من 100% إلى دولار و 12 سنت كما ارتفع أمام اليورو بنسبة 810 من 100% إلى يورو و 5 سنتات مجاهدين نهاية هذه الجولة الاقتصادية عودة مرة أخرى لهبا وإيمان لاستكمال ما تبقى من السادسة شكرا لك فاطيما ولم يتبقى لنا في نشراتنا سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار خلال مباحثات هاتفية الرئيس السيسي ونظيره الكوري الجنوبي يبحثان القضايا المشتركة والتعاون في قضايا تغير المناخ العفو الرئيسي تعلن خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا وتؤكد خروج دفعة أخرى الأسبوع القادم مصر تطالب بتوفير الحماية للفلسطينيين وتحطو القوى الكبرى للتحرك العاجل وتهديئة الوضع في الأراضي المحتلة انتعت نشراتنا أتتكم من التلفزيون المصرية شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة